اشتركوا في القناة 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 تم طبقة يعني في لص لطبقة كامل من جدار الصدر تدفي göس دوارة عنارما تسليح الانجاري هاي زائد göس سيبه زائد ايش چستي تيوب واخر اشي اللي هي ما يسمى بالفليل چستي يلكن جوهس أو كفالي بنماطوركس أو يلكن جوهس اللي هو اردشق اردشق متتاليه متواليه متتاليه ان از ايش كوستادة ان از اكي شركر كولمسة اذا عندك وجود ثلاث ثلاث كوستات ثلاث ثلاث كوستات فيه بكل واحدة على اقل مكسورة من جهتين سنتين هذا الاسر بس هاركته دان على نول ماسة فيه عندنا مساحة بتتحرك بشكل تتحرك بشكل فري يعني وعندنا اللي هي بارادوكس الحركة بالانسبيريوم جوهس دوارن ايش شكر اكسبيريوم لدشارة شكر اللي هذا الاشي بنسميه اه بارادوكس الحركة يعني المنطقة المكسورة او المساحة المكسورة لما يصير عندنا اه بالانسبيريوم الجدار الصدر بتحرك للداخل ولما يصير عندنا اكسبيريوم جدار الصدر بتحرك للخارج هذا بنسميه بارادوكس الحركة اه ثالث نقطة بنحكي عنها اللي هي الدولاشم احنا بنعرف انه المريض اللي بيجينا بترافما زاد هيبوتانسيون هذا الاشي ايش بنسميه بيخلينا نفكر بكنما احنا لما حكينا اه الهيبو فوليمي ولما حكينا عن الشوك حكينا انه من اسباب من اسباب الهيبو فوليمي ايش الترافما او الكنامى حكينا انه بالشوك اذا بصير عندنا في شي اسمه وهو لا الشوك اللي بارتبط بايش بخسارة الدم عن طريق اه وجود الترافما معينه حكينا سميناها تراوожно شوك ا اه اذا المريض اللي بيجينا بترافما زادotle احنا بنفكر انه عنده اه كنما انه عنده نزيف اه هذا النوع هذول المرضى اه اول اشي بدنا نعمله اول اشي بدنا نعمله اي كتانة دمار يولو اتش بنفتح له دمار يولو صفتة دافيسي باشلة بنفتح اه كان يولتين على اليمين وعالشمال صفتة دافيسي باشلة بلش فلود اه طيب شو بدنا نعطي فلود احنا متذكرين حكينا بالبداية اذا كان المريض اه اه بحكينا عنه عنده هايبو فوليمي هايبو فوليمي هذا المريض بدنا نبلش له نورمال صلاين اه سيروم فيزيولوجيك اذا كان عنده شوك بولغولار ايش بدنا نبلش بدنا نبلش رينجر لكتاتو حكينا انه الكانامالار اللي بالدرجة الاولى وبالدرجة الثانية يعني لحد اه خمس وعشرين ثلاثين بالمية ما بعطيش سمتم متى بتبلش الشوك سيمتوم اللي بتبلش لما يصير عندنا نزيف اكثر من خمس وعشرين بالمية اكثر من ثلاثين بالمية يعني المريض اللي بيجينا تراوما زائد هيبوتانسيون هذا المريض عنده خسارة اكثر من ثلاثين بالمية من الدم اه هذا المريض عنده ايش عنده اه هيموراجيك شوك هذا المريض ايش بدنا نبلش له رينجر لكتات بدنا نبلش له رينجر لكتات احنا الرينجر والله ولا سيروم فيزيولوجيك اللي بنعطيه بناء على درجة خسارة الصدق مش على نوعية الترافما او على ايش ثاني يعني اذا اجاني ترافما بخسارة دم بسيطة احنا بدنا نعطيه للمريض هذا سيروم فيزيولوجيك بدنا نعطيه سيروم فيزيولوجيك بدنا اش نعطيه رينجر البعد ما ينبلش صدو التداويسي احنا اول اشي لما يكون مريض هيموراجيك شوك حكيان اول اشي بنفكر في صفة تداويسي بعد الصفة تداويسي ايش بدنا نعطي بدنا نعطي دم اذا متى بنعطي دم اذا احتجنا اذا نعمل كروس مات هذا عشان نعرف وضع المريض من ناحية الكروس مات بنعمل كروس مات للمريض وبعد الكروس مات اذا احتاج المريض بنعمله كانت راسيجيونه شو هي الكريتيري للكانت راسيجيونه حكيانا المريض اللي عنده كارديو بولمونر بروبلم اولان هستضاء لما ينزل الهيموجلوبين عن عشرة بنعطيه بنبلش كانت ترانسفيزيونه وإذا كان المريض اللي ما عنده كارديو فولمونار بروبلم إذا نزل الهيموغلوب بنعطيه بصير عندنا لما ينزل الهيموغلوبين تحت قديش السبعة جرام لديسيليتر نقطة ثالثة بدي أحكيها هون بالكانت ترانسفيزيونه إحنا هصار كونترول هذا الإشي حكينا عنه الهصار كونترول لما بدنا نعطي لما بدنا نعطي كانت ترانسفيزيونه إحنا إيش ما بنعطي المريض بس إليتروسيت بنعطي واحد إليتروسيت بنعطي واحد بلازمة بنعطي واحد ترومبوسيت سيسبانسيونه هذول الثلاثة بنعطيهن إضافة إلى ذلك إحنا في مجموعة من البرامترز للرسوسوتيشن لازم نتقيد فيهم هذا الإشي حكينا عنه في مكانه إذا خلينا نبلش بالحكي عن الكارن تراملاري عن ترامة البطن كارن أو ممكن نسميهم بطن كمان البطن كلمة تركية فكرة موجودة بالقواميس التركية وموجودة بالكتب كمان إذن بطن تراملار أو كارن تراملار إذا إحنا بدنا نتناول التراملار استنادا بدنا نعمل أناليزيس للوفيات بنشوف إنه الكارن تراملاري أو بطن تراملاري كمية الوفيات فيها لا تتعدى العشرة بالمية لا تتعدى بالعشرة بالمية من مجموع الأموات إذن بطن تراملاري إذن إحنا البطن تراملاري ما بنعتبره أو لا تعتبر بالنسبة إذن موضوع سبب مهم للموت أو للوفا كمية الوفيات فيها هذولا الثلاث طبعا إحنا لما نحكي عن الموسط كومون إنجار بالكارن يرالاملار راح نشوف هالسا بالكونت تراملار أو اللي إحنا نسميها بالبلانت تراملار بختلفوا وبالبنتران تراملار بختلفوا طبعا بنقسم الكارن تراملاري بشكل عام إلى قسمين البلانت تراملاري اللي هي الكونت كارن تراملاري وبنتران تراملاري اللي هي الكونت كارن تراملاري أو البلاند تراوما اللي هي يقلشم والالغوريثما دائماً بيسألون إياها هذا الإشي بالامتحان دائماً دائماً واحدة من أكثر وأهم المواضيع اللي بتيجي بالتراوما بالامتحان جنال دا أراج إيش أراج دشا ترافيك كزاسة ترافيك كزاسة بنختصرها تيكا ممكن تطلع بوجهك تيكا ترافيك كزاسة ترافيك كزاسة بنقسمها أيضاً بالليتريتر لأراج إيش بداخل السيارة أو بخارج السيارة وضها أصدقلق تا دشما الأسباب اللي بتأددها للكون تراوما إذن الكل تراوما بسببها الأساسية وأكبر أهم سبب منها ترافيك كزاسة وضها أصدقلق تا من الدشما يعني إن الواحد يوقع من مكان معين يصير فيه تراوما أنصق يرالناً أورغان كرا جيار زائد دلق هلا أنصق أهم أورغان بصير فيه إنجري بالبلانت أبدومينال تراوما أو بالكونت أبدومينال تراوما اللي هي كرا جيار زائد دلق بسنة 2015 لما طلعت شوارتس الجديدة شوارتس غيرت أو بكتابة شوارتس غيرت المعلوم كانت الثنتين دلق دلق أو سيبلين تغيرت المعلومة صارت بشوارتس كرا جيار وصارت بـ 2017 كانوا يتوقعوا إنها تتغير الدلق لكرا جيار بس سابستون لما طلع بـ 2017 ظل متنح على السيبلين فالأنصق يرا لنا الأورغان بالنسبة إلنا كرا جيار زائد دلق ما بعضهم البعض إذا بيجينا سؤال بالامتحان بدنا نكتب كرا جيار زائد دلق أو رح يكتب إلا واحد كرا جيار اثنين دلق ثلاثي ببريك أربعة مثلا إن جبارسك أو يحكي إلنا أنصق يرا لنا الأورغان هنغيسي واحد زائد اثنين اثنين زائد ثلاثي واحد أونلي اثنين أونلي وهكذا أشنجو أنصق يرا لنا الأورغان اللي هي الببريك بعد الكرا جيار دلق كنط روما على باقل أنصق يرا لنا بسكيلر يبال اللي هي موسكومون بسكيلر سرقشار ممكن تتأثر بال بالأشبال كنط عبديل طرام اللي هي الببريك دمار اللي هي رينال بسكيلر رينال بسكيلر أنصق 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 يرا لنا أنصق أنصق يرا لنا بعضهم إحنا يعني هنا في إبتحان بسألوا أنصق و بسألوا أنصق بسألوا موسكومون و بسألوا لسكومون كمان أنا لم لي تنوي أنتم أهم سبب أو أهم تنوي أنتم موجود إلنا بالنسبة ل تراومات البطن اللي هي فيزيك مؤينة في عندنا إشي بنسميه كهربلغسو كهربلغسو برضو اسم خاص مهم جدا هلا هذا الإشي بخلينا نفكر بدلاك رالما سبلين انجري شو بصير لما يصير عندنا سبلين انجري بصير بالسول سبديافراغماتيك بولقة هيموتومو شو بصير عندنا هيموتومو باللفت سبديافراغماتيك سبيس هذا الإشي بروح بعمل إرítاسيون للسول فرينيك فرينيك سينير إرítاسيون بعمل صول فرينيك سينير إرítاسيون و بعمل لنا شو بعمل لنا صول اموز آرسو بعمل لنا صول اموز آرسو وجع بالكتف اللي شمال هذا بنسميه رفيرت بين هاي يعني كهربلغسو اسم خاص دائما بحب يسألو أشياء زي كده بلنج أشك زائد بريتون إرítاسيون بلغولار هذا الإشي احنا نسميه لبراطومي إنيكاسيون أي مريض يجينا عنده تروما بلنج أشك المريض ما فيش عنده كونفوشن زائد عنده بريتون إرítاسيون بلغولار عنده فاين دنج البرتون هذا المريض إنيكايتد أنه نعمل لبراطومي إنيكايتد إنه نعمل لبراطومي بريتون إرítاسيون بلغولار بيتمنا استمسيز دفانس اللي هي استمسيز دفانس وعندنا إيش ورباون تندرنس أي استمسيز دفانس بكون عند المريض بطنه فيه ريجيدي بكون شاد المريض على حاله بشكل لا إراد استمسيز دفانس ورباون تندرنس ريباون تندرنس هذو مهمات بالنسبة إنا المريض اللي موجود عنده بريتون إرítاسيون بلغولار هذا المريض إنديكايتد إنه نعمل لبراطومي لأنه بالتراوما دا شو بتعلي على شو بتأشر إنا أو شو بتخلينا نفكر إما قنما وإما بيرفوراسيون إذا مريض عنده بريتون إرítاسيون بلغولار يا عنده قنما يا عنده إيش بيرفوراسيون يا عنده إيش صغ إنتراب دومين صغ أو عنده يدا إيش بريتون إيش عندنا صغ بالبراطوميوم صغ فري فلويد جو البراطوميوم عندنا إيش بنسمي فاست ألترسون فاست ألترسون غرافي اللي هي فوكست أبدومينال صغ غرافي فور تروم فوكست أبدومينال صغ غرافي فور تروم هاي الإش ألترسون هاي ألترسون بتنعمل جو غرفة الطوارئ وحتى بدربوا الأطباء الطوارئ على استخدامها آجل دكي يبلان كارن ترام مصن يوني لك ألترسون غرافي يعني الألترسون غرافي اللي بتنعمل بالآجل بالطوارئ عشان الكارن تراوما عشان تراوما العبدومينال تراوما هاي العملية حلت محل الباراسنتز في بلش نستعملها بشكل جيد بذل الباراسنتز و الباراسنتز وال ترمر والباراسنتس كانوا مهمين من ناحية كلينيكية. حاليا بطلنا نستعملهم بشكل اكتب. طبعا اه شو بتعمل الفاس سوتراسونغرافي بتحدد ان اذا في جوه البريتون اه اكيوز اللي سي سي اوزرن ده بريتون شاريس اندكي سيفولاريوكسترر بتوارجينا وجود اه فري فلويد او اه بالجوه البريتونيوم اه كمية اذا كان كمية اقل او اكثر من ميتين وخمسين سي سي. هلا احنا بنحكي فاس بوزيتف اذا كان المريض فاس بوزيتف يعني عنده جوه الابدومن ايش اكثر ميتين وخمسين سي سي او اكثر اذا كانت فاس نيغاتف يعني شو يعني المريض ما فيش عنده اه جوه الابدومن انترا ابدومن ما فيش عنده ميتين وخمسين سي سي. يعني احنا بالنسبة لنا الحكم اللي هي ميتين وخمسين سي سي. المريض اللي عنده فاس بوزيتف زائد هيمو دينامي سيبوزوك فاست بوزيتف زائد هيمو دينامي سيبوزوك هذا المباشرة المريض اللي عنده فاست نيغاتيف زائد هيمو دينامي كل ركس تابل ما فيش اشي ما فيش انديكيشن عشان نعمل هذا المريض بنعمله كارن تومو غرافيسي اذا الفاست حكينا الفاست بتحدد وجود جوه البريتونيوم من عدمه اذا كانت بوزيتف يعني اذا كان موجود عندنا فلويد جوه الابدومن زائد هيمو دينامي سيبوزوك هذا الاشي بحكينا فيه بليدنج اعمل اذا كان فاست نيغاتيف زائد هيمو دينامي استابل الابراتومي انديكاسيونيوك بيتيه توموغرافي انديكاسيونيوار بالقسير لطوموغرافي الاشي اللي بعد يول بالقسير لطوموغرافي او بيتي او سيتي او هي اني قرنت لما ينتم احنا بالنسبين للمردالي travما اني görüntüleme yöntemi tomografي solid organların solid organların değerlendirmesinde kullanılan en iyi yöntem tomografي المردالي الستم او ال خليانهكي görüntülemede solide organları görüntülemede kullandığımız en iyi yöntem tomografي retroperitonyel bölgeyi değerlendirmede kullandığımız yöntem tomografي kün karın travmalarının değerlendirmesinde en iyi yöntem ايش tomografي طبعا görüntüleme yöntemi görüntüleme yöntemi احسن görüntüleme yöntemi solid organ احسن görüntüleme yöntemi retroperitonyel area احسن görüntüleme yöntemi kün karın travmaları طبعا الاشي المهم لازم نعرف انو hastanın genel durumu stabil acil ameliyat düşünmediğimiz bir hastada bt çekilir اذا كان المريض وضعو العام stabil وهذا المريض ما فيهوش peritony irritasyon bulgulara وما بن احنا ما بنفكر او ما فيش plan انو نعمله عملية عملية طوارق هذا المريض ايش بنعمله بنعمله bt اي مريض هستن genel durumu stabil dail اذا المريض stabil dail هذا المريض bt check mack بالقسائر الطوم mack contra indica اي مريض وضعو مش stabil هذا المريض ما بنعمله ما بنعمله ct اخر اشي بالdiagnostic method بدنا نحكي عنه اللي هي diagnostic peritonia اللواج diagnostic peritonia اللواج هي عبارة عن invasiv بريونتم invasiv بريونتم طريقة invasiv بندخل ابري لجوه الابدومن وبنسحب منها الفلويد اذا في موجود فلويد جوه الابدومن اذا كان ما فيش فلويد جوه الابدومن ما فيش فلويد جوه البطن بالبريتونيوم شو بنسوي بنحقن 500 cc صلاين وبنرجع نسحب الفلويد هذا الفلويد بنوديها اللي سحبناها من الابدومن بنوديها على المختبر وبنشوف اذا في عنده ايرتروسيت لايكوسيت الى اخره يعني بنقيمها بالمختبر وبناء على هذا الاشي بنعمل الداياجنوس استباعنا اذا اوتراصونوغرافي لدارلان ديرما يابوضاما ينهاص مريض اللي مش قادرين نقيمه بالاوتراصونوغرافي يعني اخذنا مريض بالاوتراصون عملنا الاوتراصون وما قدرنا نلاقي سبب يفسر السمتوم ساعون المريض زائد المريض سم ستابيل هذا المريض شو بنعمله هذا المريض بنعمله دياغنوستيك بريتوني اللواش كارن اينا سوكولور في الصيف تشاكل ندخل الابرة حكينا لجو البروتونيوم ونسحب سوايل موجودة الصيف قال ما سايد ما بنسحب اشي بنحق 500 سيسي صيف ديرلير صور تشاكل صيف لابراتوار ديرلان ديرلير يتم تقييم الصيف اشي الحف ہو ديرلين شهر ندخل ر stimulate أشي ذي بجمraw بجمع تنك نرمو فالخصب مرحب الأنسان هو الإجابت فالخصب المشيح بالحصول للحصول 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 ومقام بذلك لحصول الإطلاق مرحب البيتوري والحصول للحصول 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 للحصولة يمكنك أحدكم الأنم لكي تزيي 빛ن تمغرافي انا انا بطيس. اذا اجبنا مريض او يجينا مريض كير طرو��하면 صحيح بنا نتعامل معا اول اشي بنا نشوف هذا المريض هو هيمو ديناميك acceptsoy Schritt والا مش استبيل اذا هذا المريض هيمو ديناميك جدا بالنشوف هل في عنده بريتونية بولغولورة пол Самار او موجود لها استمسل ل foundَ اذا كانت موجودة هذا بد يروح العمليات إذا كان مش موجود إحنا إيش حكينا إذا فيه پريتونيت كنت كارن ترامس زائد پريتون إيريتاسيون بولغوار إيش القرار لبراطمي إذا ما فيه إيش پريتون إيريتاسيون بولغوار شو بدن نعملو بدن نعملو فاست ultrasonography إذا كان فاست ultrasonography شو بدن شوف شو نتيجة هل هي پوزيتف؟ هاير إذا مش بوزيتف إيش بدن نعملو بدن نعملو بيتاي بدن نشوف tomography indication إذا إنه مناسب للتومغرافي إذا إنه هذا المريض مناسب للتومغرافي بدن نعملو abdominal bt أو abdominal ct إذا كان هذا المريض مش مناسب للتومغرافي إيش بيقول لك شو اسمه بيقول لك عيد عيد الأوتراسون خلال 30 دقيقة عيد الأوتراسون إذا إذا أجان مريض المريض هاذا هي مو ديناميكستابي نعم هيمو ديناميكستابي إذا هل عندو بريتون بلغوار هل عندو بريتون إيريتاسيون بلغوار ما عندوش بريتون إيريتاسيون بلغوار عملينا له فاست ultrason بل فاست ultrason ماzen marche صداء الموجودة بالبريتون الصاد أقل من 250 سي سي يعني فاست نolateف طليع معي فاست بوزيتف مش بوزيتف هير مش بوزيتف هادا بدن نشوف هل هذا المريض مناسب للتومغرافي أمليthinking مناسب له إذا عنده بيتا انديكوسيون مناسب إذا بنعمله بيتا إذا أنه مش مناسب شو بنا نسوي له بنا نسوي له بنا نعيد الأولترا صونغرافي خلال ثلاثين دقيقة آآ أجينا هذا المريض شوفنا عنده بولغولار أو عنده بريتون ايريتاسيون بولغولار هذا مباشرة الطريق مباشرة بدون عمله لابراتومي انديكاسيون انديكاسيون تبعو ايش لابراتومي أجينا المريض عملنا له آآ عبدو من الإجزام شوفنا إنه بريتونيت بولغولاريوك أو بريتون ايريتاسيون بولغولاريوك عملنا الفاس سلترا صونغرافي بالفاس سلترا صونغرافي آآ طليع بوزيتف بوزيتف آآ هذا الإشي بلنا نشوف المريض جراهي أول ما ين تداوي أضاي أو اللي إحنا بنسميه بالانجليزي إنوبرابل بيشنت هل المريض إنوبرابل؟ أبت إذن إنوبرابل بدنا نسوي له سيتي إذن المريض أوبرابل؟ إنوبرابل؟ نو إذا المريض أوبرابل؟ يعني مش إنوبرابل يعني regretة بنعمله لبراتومي كنت كارن تراومل؟ هل هيموديناميك ليستابل؟ لا هيموديناميك مش استابل بننسوي له فاسو ألترا صونغرافي بوزيتف طليع؟ أبت إذن بوزيتف لبراتومي إذا فاسو ألترا صونغرافي طليع نيغاتيف أو طليع شبهة له هذا بننسوي له دياجنوستيك بريتونيا اللهواج إذا الدياجنوستيك بريتونيا اللهواج طلع بوزيتف بدي يروح على الابراتومية العمليات إذا بطلع نيجاتيف هذا شو بنا نعمله بنا نعمله بندخل المريض وبنتابعه لفترة وبعدين من بنوديه إذن بشكل عام هذا الاسكيم بشكل مختصر للمرضى اللي بيجونا بأيش البيتين بلنش ديشك لبت بلنش ديشك للمريض اللي عنده كونفوشن او المريض اللي عنده متغير اك يرالانما إذا المريض عنده غير ترامة تبعات كونت 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 بلرقين هماتوري إذا المريض عنده هماتورية البلبيك كونت إذا المريض عنده ترافما بالبلبس أو إذا عنده كسور بالبلبس أبدومينال هساسية إذا المريض عنده إحنا إحنا إيش بنسمي الحساسية بالأبدومن إذا عنده أبدومنال أمتغير 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 امتغير أمتغير يعني دلجة اللي هي الثاقبة هاي كاي اي هاي ابتن قسم لقسمين اتشل السلاح يرالنمالار اسي وعندنا الدلجة كسي جالت يرالنمالار دلمك الكسي جالي هي اللي بتقص يعني هي الدلجة كسي جالت يرالنمالار الجرح بالعالات الحد يعني اتشلي سلاح يرالنمالارんだ karın içi organ yaralanması yüzde 90 الپنتران دلجة كرن travmalarında يرالنمال الورغن زل اللي بسر الر الفيحة انجري بسر الر الر lle يرالنمال بالپنتران دلجة كرن travmalار اول واحد او انسقه الهيه انسقه 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 موسيقى 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 الأمان موسيقى درجة موسيقى الهوزية موسيقى رؤية موسيقى موسيقى اللي عنده سمفز بيوبس كل الاتشلي سلاح يرى المالارة فيهم اندكيشن عملية كلهم فيهم اندكيشن عملية استثناء واحد فقط صاة üst قدرانة جيران اتشلي سلاح يرى المالارة يعني الإنجري بالاتشلي سلاح التي تدخل بالأفا بالرائتفار قدرانت زائد هموديناميكلي المريض استيبل هموديناميس استبيل olan هستة بيت يابلر بعملولو سيتي يرى الماكر جير لسنرل يسا جزن يعني المريض اللي عنده اتشلي سلاح يرى المريض اللي عنده انجري بالسلاح اذا انو الهمودينامي اللي عنده استيبل هموديناميكلي استيبل بنعملو سيتي اذا كان الانجري محصورة بس باللبر لحالها ايش بنعملو بندخلو بنتابع المريض فقط ما بنعملوش عملية penetran travمالرن عملية اندكاسيون لرى penetran travمالرن عملية اندكاسيون لرى اذا اندكيشن نعمل عملية للمرضاء اللي عندهم اتشلي سلاح يرى المالارة اول واحدة البرتون ارطان 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 اول لانده ارتونيت منسمى كمان نفس الاشي اشكن اصلاع عملاءتشوك المرض انداء شوك مشكلترين فيصر بباء وومنتون ويترسل بولغانين بال horribles وما يماتعنا في المواطنين واخر شيء ميدا ركتوم ميساند فرق عمية ميساند فرق عمية هذه الشيخة في ماذا يتعامل باستدعي منه انه ندخل بشكل جراحي هاستا دا يكردكي كريتيرلر ويمصه هاستا يطر يرمدورد كوركساكي الساعة التعاكبات اذا كان المريض لا يتلاءم مع الكريتيريا الموجودة في الاعلى بندخل المريض وبنتابع المريض 24-48 ساعة هاستا ننضر مبوزولورسا اذا بصير اذا ساءت حالة المريض اميلياتات دخلوا على العمليات بوزول مصة اذا انو وضع المريض ما بسوء ايش بنعمل بتبرجويت بنا نروح المريض هلا القناة اللي دوروا مستبيل اولان هاستالر يعني الحالات اللي نعمل شفية عمليات نانو operatif مناجمنت جنال دروم استابلوا على العملي والحالات اللي وضع المستبيل ساعة üst قدران فلانق بلغسين ده اتشلي سلاحي را لامالار اه اللي هي اتشلي سلاحي را لامالار بالرايتة فار كوادران او بالفلانق اريا انجا بيت ايبولر اولا بنعمل لهم سي تي سكان بعدين صنو جون اجورا قرار بلير استنادا لا قرار او استنادا لا اه اه الريبورت تبع البيتي البيتي شو بنعمل نعمل لهم هذول المرضى بنقرر او من اتخذ قرارنا هل نعمل عملية او انتابع المريض بدون عملية اين او براتفلية رتوبرتونيال هماطم لار رتوبرتونيال هماطم لار انسق ندني پلوز كميك كرقلار در انسق ندني پلوز كميك كرقلار هم سبب اللي هي كسور عظامل البلوز بيجين المريض كرن عرصة اسرت عرصة العرصة الى جرولة بلير او غالر بيجي المريض عندو وجعب البطن ووجعب الظهر جرنر هموراجي كايناء olmadan هموراجيك شوك بولغلار المريض بكون عندو هموراجيك شوك بولغلار فاين دنجز الهموراجيك شوك بس احنا بنكون مش قادرين نشوف سبب او نشوف او نشوف او كاينق يعني مركز من وين بصير النزيف او طبعا منعرف الهموراجيك شوك او الهيبوفوليم نفس او هيبوفوليميك شوك غريتورنر اشارتي غريتورنر اشارتي ريترو بريتونيا الهماتوم قليشي من دن صور هاريكي فلانك بلغة سنده رنك دي شكليه جزيه مسر غريتورنر هي عبارة عن تغير بلون الجلد في الكلا الفلانك ايرياز بعد ما يصير ريترو بريتونيا الهماتوم طبعا هذا اسم خاص هذا كمان بحبوه كثير بتيجي كثير بالامتحانات هاي سألت اكثر مرة بالامتحان وهماتوري والله بالاحتمال يكون عند المريض هيماتوري هيموغلوبين هيموتاكريت درجة سدوشار لانه عندنا هيموراجيك شوك لانه عنده نزيف بكون الهموغلوبين هيموتاكريت نازل او قليل بكون عند المريض هيماتوريا او احتمال نشوف عند المريض هيماتوريا اه ليش لانه اه الكدني ريترو بريتونيا صح ولا خطأ اذا طنه لما نيجي نتكلم عن الطنه الدياغنوسيس طنه بالجسار وبعد أحساسي وانه sim فيماداieroية كل التعارضام ويلريد الأمايه isolate ترتي شراء مقطعاتورية هيا نيجره على كلترق من المريض يتعيش لديهم تُن federal fees مليئات ومنظر 17.ifferent reform فيها الأماي اعلاج في المريض انكتيميا اعلاج في التعارض quindi كنت central unspeies أميليات الموجودين بالسنترال يعني رقم واحد هذول ايش بنسميهم هذول بدنا نعملهم عمليات كونت بيلوك تاكيب الكونت زائد بيلوك يعني البلغة ثلاثة هاي النقطة ثلاث البيلوك زائد بلانت تروما بدنا نراقبهم مراقبة كونت فلانك كونت فلانك اللي هي رقم اثنين هون كونت البلانت زائد فلانك هون كلينيقر هون استنادا لايش للكلينيك بتاعي المريض اللي جاي طبعا احنا احنا اا احتمال يسألونا هذول الثنتين في الامتحان نركز عليهم كونت زائد سانترال اميليات كونت زائد بيلوك لنعمل له تاكيب طبعا استنادا لوضع المريض ممكن نخذ بعض عمليات بعدين بس احنا بنحكي اليقلش من المانيجمنت الاولانية السانترال البلغة واحد عمليات البلغة ثلاثة بندخله على آي سيو بنتابعه اذا بحتاج آي سيو اذا بحتاجش بندخله بنتابعه يعني بشكل عام واثنين البلغة ثنين هذا الاشي محير هذا مش راح يسألون اياه يعني اذا بسألنا الفلانك ترامل راح يكون سؤال من الدراجة الصعب جدا دلق يرى لماسه سبلين انجري سبلين انجري كنت قرن ترامل بلانت ابدومينال تراما كير بولغو سو بوزيتف حكيانا كير بولغو سو بصير عندنا بالرايت بالليفت صاب فرينك بصير بالسول صاب ديافراغماتيك بولغة بصير عندنا هماتوم بتجمع هالهماتوم بتسوي الرتيشن للسول فرينك سينير الرتيشن هايشو بتسوينا ريفيرت بين لوين للسول اوموز يعني للكتف اللي شمال كير بولغو سو بالقسير توموغرافي سيشكلير بالقسير توموغرافي سنداء بشكل عام سواء بالضلق بالسبلين وسواء بالليبر انا ما كتب ماش الليبر هون انا ما اضفتهاش لانه فيش حاجة انه انضيفها بنفس اليش إذا كان الجرح او الانجري من الدرجه الاولى ثانية ثالثة بننتابع متابعة اذا كانت أربعة فما فوق ايش بنعمل له بننعمل له امليات إذن بالجوزش يكيلير بالبيتاها Julian بالليفر نفس اليشي بالكراجير نفس اليشي بدل القرadas نفس اليشي درجه الاولى ثاني ثالثه بننراق بكو جزلم اذا كان درجه رابعي خامسة ايش بنن مستثمر الأثمان ابتما الماضي خرص صللي في الب Whatsapp حالتنا إنوا موضوع سر البحر اللخرة البحر Vمون الدفتور التعریح مشيمة من فت mist المنتظر البحر الجيد الدفتaten بالفنترating abdominal trauma كنت راوما دا بصير عندنا ما يسمى بسيت بلت سندروم أنسك بارسك يرالان رب هذا الشيء يعني كنت راوما بذات بلسيت بلت سندروم أنسك يرالانا أرغان أو أنسك يرالانا أرغان إنسك بارسك النقطة لبعديها بلنحك شوية عن سفراء يولارا سفراء يولارا أول شيء نادر نادر جدا بصير عندنا هموبيلية و بصير عندنا شيء يسمى كوينكتريادة كوينكتريادة سرلق ساعة أسكادران آرصا هماتمز ملنى سرلق ساعة أسكادران آرصا رلق يعني سفار اكتر يعني ساعة أسكادران آرصا رايت أبر كوادران بين و إيش هماتمز أو ملنى يعني إيش يعني أبر غاسترينتسنال سيستن بليدنك التنى التنى الدياغنوسيس بنحطه بالأولترسونوغرافي بالقسير توموغرافيس اكيف اكتف كنما باردن دا إذا إحنا بنشك أنه المريض عنده اكتف كنما بنعمله أنجيوغرافي بنعمله أنجيوغرافي لاحد هنا بنكون كملنا موضوع الليت روما يعطيكم العافية